اشتركوا في القناة اول من مايو من العام 2023 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان نبتدأ فقرة التحليل الفني نذكر باهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال الاسبوع ولا تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع الالكترونية الظاهر امامكم على الشاشة من قسم الاخبار الاقتصادية تجدون الرزنامة الاقتصادية وجميع الاوقات الظاهرة امامكم هي بتوقيت مكة المكرمة اذا اخواني العزاء سوف يكون لدينا يوم الاثنين خبر وحيد على الدولار الامريكي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر مديرين مشتريات الصناعي الصادر عن معهد ادارة التوريدات الاسم وفي يوم الثلثاء سوف تصدر بيانات هامة على الدولار الاسترالي وهو خبر الفائدة وعلى اليورو يصدر مؤشر مديرين مشتريات الصناعي الالماني وايضا على الجيني الاسترالييني يصدر مؤشر مديرين مشتريات الصناعي وعلى اليورو مؤشر اسعار المستهلكين ويصدر على الدولار الأمريكي فرص العمل ومن ثم في يوم الأربعاء تصدر البيانات الهامة والمرتقبة وأهمها على الدولار النيوزلندي لدينا صدور معدل التغير في التوظيف وحديث رئيس البنك النيوزلندي وهو سيد أور ومبيعات التجزئة ومن ثم على الدولار الأمريكي حزمة من البيانات الهامة وعلى رأسها التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن الـ ADP وأيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي ومؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة توريدات الـ ISM وتقرير مخزون النفط الأمريكي الخام وتقرير لجنة السوق المفتوح وخبر الفائدة على الدولار الأمريكي ومؤتمر صحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وفي يوم الخميس سوف تصدر أيضا بيانات هامة وأهمة على الدولار النيوزلندي حديث رئيس البنك النيوزلندي وأيضا على الجنيل استرليني صدور مؤشر مديري المشتريات المركب والخدمي وعلى اليورو تصدر بيانات هامة على رئيس خبر الفائدة وتقرير لجنة السياسة النقدية البنك المركزي الأوروبي ومعدلات الشكاوة من البطالة على الدولار الأمريكي ومؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي وأيضا على الدولار الكندي يصدر لدينا مؤشر إيفي لمديري المشتريات وعلى اليورو خطاب السيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي وفي يوم الجمعة تصدر البيانات الهامة والمرتقبة بخصوص التضخم للدولار الأمريكي وعلى رأسها عصفة البيانات الأمريكية الـ NFP ومؤشر مديري المشتريات الإنشاء على الجنيل الاسترليني وأيضا معدلات البطالة على الدولار الأمريكي ومعدلات التغير في التوظيف على الدولار الكندي إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي دولار إندكس ونلاحظ أخواني العزاء صدور نتيجة المؤشر المحبب إلى قلب الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع السابق والذي أظهرت إلى المزيد والحاجة من التشديد النقدي خلال الفترة القادمة وبذلك نستطيع التأكيد والقول أن في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم سوف يتم الرفع بـ 25 نقطة أساس بنسبة كبيرة جدا وبذلك يجب أن نترقب بحذر خلال الأسبوع الحالي بيانات التضخم على الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها الـ NFP حيث أنها سوف تعطينا نظرة قادمة حول أسعار الفائدة وهل فعليا بدأ التضخم في الانحسار أم عاود مجدداً خلال الفترة القادمة إذن أخواني لاعزاء يجب الانتباه والترقب للبيانات الاقتصادية وسوف نتابع معكم أولاً بأول بتغطيات خاصة على خدمة البرودكاست المجانية على الواتساب ويمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط المرفق في صندوق الوصف وفي التعليقات أسفل الفيديو إذن أخواني لاعزاء نشاهد مؤشر الدولار الأمريكي على الرسم البياني لا يزال يستقر تحت الضغط ولا يزال يتداول في ظل المناطق الحمراء أدنى داون تريند لاين واستمراري التداولات مؤشر الدولار أدنى مستوى المائة 2.100 لا يزال يرجح الكفة السلبية الذي قد تستهدف مستوى المائة فاصلة 800 والذي بكسرها سوف تعمق خسائر الدولار لتهوي إلى مستوى 99 أما اختراق مستوى المائة واثنين فاصلة 100 قد يقلب الطاولة رأساً على عقب ويعود بقوة قادمة للدولار الأمريكي إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد أن زوج اليورو دولار لا يزال يتماسك أعلى الأب تريند لاين مدعوماً بالتداولات الإيجابية على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى مستوى 1.09400 واستمرارية التداولات بهذا الشكل أعلى الدعوم المذكورة وعلى الأب تريند لاين قد تقود الأسعار لاستئناف السيطرة على الزخم الإيجابي ولكن لن نشاهد مكاسب حقيقية لزوج اليورو دولار وتأكيد لتلقي الضوء الأخضر إلا باختراق مستوى 1.11000 حيث أن اختراقها سوف تمنح الضوء الأخضر لاستهداف مستوى 1.14 على المدى المتوسط ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 1.09400 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد زوج الباوند دولار ينجح بالتماسك أعلى الأب تريند لاين واستمرارية التداولات أعلى مستوى 1.25200 قد تقود الأسعار لمكاسب تستهدف مستوى 1.27500 ولم يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 1.23150 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشاهد الزوج إذا نجح بالاستقرار والتماسك أعلى مستوى 1.135.250 سوف تستمر المكاسب للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لتستهدف مستوى 140 و143 ين مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتمسك بالمكاسب ويستقر أعلى مستوى الواحد فاصلة خمسة وثلاثون ألف وبكسر مستوى الواحد فاصلة خمسة وثلاثون ألف فعليا سوف يفقد الدولار الأمريكي السيطرة على الزخم الإيجابي وقد نشاهد هبوط بالأسعار إلى مستوى الواحد فاصلة ثنين وثلاثون ألف والتماسك أعلى مستوى الواحد فاصلة خمسة وثلاثون ألف لا تزال تمنح الدولار الأمريكي فرصة لاستعادة المكاسب السابقة والانطلاق مجددا صوب الثمانية وثلاثون ألف إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الزوج حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغوط البيعية وإذا نجحت الأسعار بكسر الدعم الماثل المستوى صف فاصلة تسعة وثمانون ألف سوف نشاهد المزيد من الخسائر والهبوط إلى مستويات صف فاصلة ستة وثمانون ألف ولن يتحرر الزوج من الضغوط البيعية إلا بالعودة مجددا أعلى مستوى صف فاصلة تسعون ألف وأربعمائة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان ونشاهد زوج الباونديان حاليا ينجح باستعادة السيطرة على المراكز الشرائية وإذا نجح بتأكيد اختراق مستوى 170.300 سوف نشاهد انطلاق تستهدف مستويات 173.900 و177.600 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 167 أودة التداولات أدناها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار لإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الأسعار تحاول استعادة بعض من الإيجابية ولكن حتى اللحظة إذا نجحت الأسعار بكسر مستوى 0.65600 سوف نشاهد مكاسب الدولار تعود مجددا وقد نشاهد استمرارية واستيناف الهبوط ولكن بالمجمل وعلى الصعيد الفني لن يستطيع الزوج أن يتنفس ويتحرر من الضغوط البيعية إلا إذا نجح بنقل المراكز الشرائية على مستوى 0.67000 والثبات أعلاها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرات تركيا ولا إزال الزوج حتى اللحظة يتداول في ظل المراكز الشرائية الإيجابية وإذا نجحت الأسعار بالتماسك أعلى مستوى 19.40 سوف نشاهد الزحف نحو مستوى 19.60 أما عودة التداولات دون مستوى 19.40 قد ينجم عنه تحسن طفيف في أسعار الليرات تركيا والذي قد تقود الأسعار إلى مستوى 19.30 و19.20 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الكورونا السويدية ولا جديد يذكر حيث أن السيناريو العرضي هو المهيمن على الزوج منذ أشهر سابقة ولن نحدد مسار واضح وصريح للزوج إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية الماثلة ما بين مستوى 10 والإحداث واستمراري التداولات في ظل القناة العرضية المضللة لا تزال ترجح السيناريو العرضي الذي يتأرجح ما بين الدعم والمقاومة صعودا وهبوطا إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال البيتكوين يتمسك بالسيناريو الإيجابي وإذا نجحت أسعار البيتكوين بالتماسك أعلى 28 ألف دولار وعلى الأب تريند لاين وتلقت التأييد الإيجابي من خلال التداولات أعلى المتوسطة المتحرك لمدة 55 يوم سوف نشاهد انطلاق صوب مستوى 32 ألف والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها سوف نشاهد قمم تاريخية خلال السنة الحالية قد تصل إلى مستوى 38 ألف دولار ولن يلغى هذا الحلم الأخضر والإيجابي للبيتكوين إلا بكسر مستوى 28 ألف دولار وعودة التداولات أدنى ويجب الحذر أخواني العزاء هناك أنباء عن تشريعات قوانين جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية للضبط تداول العملات الرقمية بشكل عام وتنظيم وتقنين هذا التداول وقد ينجم عنه تذبذوات في أسعار العملات الرقمية فقط بالنسبة للبيتكوين نلتزم بهذه المناطق الفنية وسوف نواصل معكم أي تحديثات من خلال خدمة البرودكاست المجانية الذي يمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو في التعليقات إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ويحاول الريبل الانتعاش ولكن حتى اللحظة لا يزال يتداول تحت الضغوط البيعية ولن يتحرر من هذه الضغوط البيعية إلا باختراق الخمسون سنت والثبات أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد حتى اللحظة بالرغم من إيجابية البيانات الأمريكية واقتراب خبر الفائدة على الدولار الأمريكي والذي من المؤكد أن يرتفع بخمسة وعشرون نقطة أساس بنسبة تسعون في المئة ولكن حتى اللحظة الذهب لا يزال متماسك وراسخ في ظل السيناريو الإيجابي على الأب تريند لاين وأعلى مستوى ألف تسعمائة وخمسون دولار مقابل الأنصة الواحدة وإذا استمرت تداولات الذهب أعلى ألف تسعمائة وخمسون دولار واستمرت التداولات بهذا الشكل سوف نشاهد استهداف لمستويات الألفين وأربعون وألفين ومئة دولار وقد نشاهد ألفين ومئتين كهدف على المدى الطويل على اللونغ تيرم ولكن يشترط لاستمرارية تحقق هذا السيناريو الإيجابي والأهداف المرتقبة هو ثبات الأسعار وتماسكها أعلى مستوى ألف تسعمائة وخمسون دولار مقابل الأنصة الواحدة وأما كاسر مستوى ألف تسعمائة وخمسون دولار قد يفقد الذهب الحلم الإيجابي وقد يعرضه الضغوط بيعية قد تهوي به إلى مستوى الألف وثمانمائة ويجب الحذر أخواني العزاء لأنه لدينا بيانات هامة جدا على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وهو خبر الفائدة وأيضا عاصفة البيانات الأمريكية الـ NFP وهي الذي سوف تعطينا لمحة ورؤية بجانب بقية المؤشرات والبيانات التي سوف تصدر للتضخم في الاقتصاد الأمريكي إذا كان هناك تنامل تضخم أو انحسار وعلى رؤية هذه النتائج سوف يتأثر الذهب بشكل مباشر وبشكل رئيسي بالنسبة للتحركات القادمة إذن أخواني العزاء سوف نتابع معكم بإذن الله تعالى جميع البيانات وجميع التحديثات أولا بأول من خلال خدمة البرودكاست المجانية على الواتساب ويمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو في التعليقات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة تتماسك على الـ Uptrend Line وإذا نجحت الأسعار بالتماسك على مستوى الـ 24.5 قد نشاهد محاولات الانطلاق والإقلاع صوب مستوى 26.25 و27.5 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي للفضة إلى بكسر مستوى الـ 24.5 والتداول دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يحاول التحرر من الضغوط البيعية وإذا نجح بالتماسك أعلى 72 دولار مقابل الأنصة الواحدة قد نشاهد استمرار محاولات التحرر من الضغوط البيعية والذي لن ينالها النفط الخام إلا باختراق الـ 78 دولار حيث أن اختراقها سوف تمنح النفط الخام الضوء الأخضر للسعي إلى مستويات 84.90 دولار أما كسر مستوى 72 قد يقضي على جميع الآمال لاستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي ويهوي بالأسعار إلى مستويات الـ 64 وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يحاول الانطلاق مجددا وإذا نجحت الأسعار بتأكيد اختراق مستوى 2.40 سوف نشاهد الانطلاق إلى مستوى 2.80 ومستوى الثلاثة ولكن يشترط لتحقق هذا سيناريو واستمراريته هو الثبات أعلى 2.40 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي وإذا نجحت أسعار مؤشر الداو جونز باختراق مستوى 34.200 قد تخلق فرصة شرائية قوية تستهدف مستوى 35.06 وخلال التداولات القادمة ولن تلغى هذه السيناريوهات الإيجابية لمؤشر الداو جونز إلا بكسر مستوى 33.500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ينشاهد مؤشر الداكس لا يزال يستقر بالمكاسب أعلى مستوى 15.750 متمسكا أعلى الـ Uptrend Line وإذا نجحت الأسعار باستمرار التداولات أعلى 15.750 سوف نشاهد محاولات الاختراق لمستوى 16.150 والذي إذا نجحت الأسعار باختراقها سوف نشاهد صعود على long term يستهدف مستوى 17.000 ولنلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 15.750 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أن بورز SB500 ونشاهد أن الـ SB500 حاليا يحاول تأكيد اختراق مستوى 4150 والذي إذا نجح باختراقها سوف يتلقى الضول أخضر لاستهداف مستوى 4350 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بعودة الأسعار مجددا دون الأربعة آلاف ومئة وخمسون إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك لا يزال يستمد الدعوم الإيجابية من خلال التداولات أعلى متوسط المتحرك لمدة 55 يومها على مستوى 12.850 وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 13.500 سوف نشاهد انطلاق صوب مستوى 14.300 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 12.850 إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك الفرنسي حتى اللحظة لا يزال يتماسك أعلى الأب تريند لاين محافظا على التداولات الإيجابية على مستوى 7.400 وإذا نجحت الأسعار باختراق 7.560 سوف نشاهد الصعود إلى مستوى 7.808 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 7.270 وعودة التداولات أدنى إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله